بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الطلبة أسعد الله صباحكم محاضرتنا لهذا اليوم هي الملتابل ريكشنز والملتابل ريكشنز لها تطبيقات كثيرة وعديدة في الهندسة الكيميائية والملتابل ريكشنز هي ما تتعلق بالتفاعلات المتعددة اللي تحتمد على كثير من التفاصيل اللي تتعلق بعملنا وفي دراستنا في الملتابل ريكشنز أكو أربع أنواع رئيسية هذه الأنواع هي ربما تكون in serious بشكل متوالي أو بالبررر بشكل متوازي أو complex أو independent وهذه الأنواع حقيقة من التفاعلات ممكن تحصل بشكل أساسي كما هي أو بتحصل together اثنينهم سواء أو ربما تحدث مجتمعة وهذا ما يؤدي إلى وجود تفاعلات تسمى complex reactions فنشوف بالنوع الأول من هذه التفاعلات اللي هو البررر reactions B المادة A تروح باتجاه ال B واتجاه ال C وأكو rate اللي هو rate constant اللي هو K1 و K2 لاتجاه المادة C فهذا النوع من التفاعلات اللي نطلق عليها البررر reactions أنه يكون لمادتين مختلفتين باتجاهين ضمن نفس المادة المتفاعلة هي المادة A أما النوع الثاني اللي هو serious reactions بهذا النوع من التفاعلات اللي نفس الوقت يسموه consecutive reactions المتلاحقة أو المتعاقبة نشوف المادة A تتفاعل تكون ال B وال B تتفاعل وتكون المادة C هذا النوع من المفاعلات أو التفاعلات حقيقة يخلينا يصير عندنا شكل واضح من أنه هذه المواد تتفاعل وتكون المواد الناتجة وفق هذه الأول أيضا نشوف ال complex reaction ال complex reaction أنه المادة A تتفاعل مع ال B ويتكون C و D أو ممكن المادة A تتفاعل مع C وتكون E فهذا نوع هو من أنواع التفاعلات ال complex وهذه أمثلة حقيقة مثل تفاعل الميثانول يمطيني الأسلين ويمطيني الماء ممكن الإيثانول نفسه يتفاعل الطيني مادة أخرى الأودهايد وغيرها والهايدروجين وهكذا بعض هذه التفاعلات هذا النوع هو مثال حقيق عن التفاعلات ال complex reaction اللي تتنمن بوث السيريانس والبرال reaction together مجتمعة تكون موجودة النوع الرابح هو ال independent reaction الغير معتمدة ناس ما تعتمد على ناس في تفاعلاتها فتشوف الأي كون بي و سي وأكو دي تكون الأي والأف وهذا هو مثال على هذه التفاعلات اللي هي تحدث لا معتمدة على ال product ولا على ال reactant وإنما تفاعلات مستقلة بحد ذاتها هذا السلايد يوضح لي summary لكافة الأشياء اللي ذكرناها سابقا ومن هذه الأشياء اللي يقلنا البرال reaction كخلاصة تروح باتجاهين السيريانس إنه تكون متعاقبة المادة A تروح B تروح C وال complex تكون المواد مثل ما ذكرناها اللي هي ال A زاد B تروح C زاد D أو ال A هذا خلاصة للكلام السابق اللي ذكرناه وال independent هي لا تعتمد على مادة من المواد اللي موجودة هذه أيضا أمثلة اللي ذكرناها لكم لتطبيقات البرال reactions وال serious reactions وال complex reactions وال independent reactions هذه أمثلة على هذه التفاعلات اللي تحصل عندنا والتي من خلالها نستطيع معرفة نوع التفاعل يعني همني بالنتيجة إنه كل التفاعل وكل مسار من هذه المسارات هو يمثل باث أو reaction kinetics تحوي على ثابت سرعة تفاعل كي لكل خطوة من هذه الخطوات لذلك إحنا نتحدث عن هكذا نوع من التفاعلات يجب أن يكون عندنا معرفة إنه ما هو النوع اللي نتحدث منها هل هو تحوي على نفس الحالات أو المسارات أو أو المسارات لذلك أن أعرفنا نتحدث عن موضوع الـ و ذكرنا سابقا موضوع الـ اللي هي لربما وضحتنا شنو Desired Product والIndesired Product فإذا كانت المادة A تتفاعل فالمادة A تروح باتجاه D اللي هو Desired Product وبنفس الوقت المادة دي تنطيني مواد غير مرغوبة Undesired هو اليو ولذلك أكو Rate of Reaction هو الكي دي و Rate Reaction الثاني هو الكي يو هذا النوع من التفاعلات حقيقة إذا يحدث عندي في هذا المفاعل اللي أمامكم فالمادة A تدخل في هذا المفاعل اللي هو مفاعل CSDR وبنفس الوقت راح يتم عملية الفصل ما بعد التفاعل دائما عمليات الفصل يتم بعد المفاعل والفصل يتم من خلال المادة دي تنفصل من الأعلى والمادة A الغير متفاعلة المتبقية من التفاعل واليو اللي هو الEnd Desirable Product اللي نطمح يكون بأدنى مستوياته فهذا النوع من العمليات حقيقة يطلب من عندي أمور اقتصادية باعتبار عندي تفاعل وفصل ولذلك تشوف لما نرسم العلاقة بهذا السيستم اللي هي لأن الجانب الاقتصادي مهم جدا عندنا بمتطلبات الهندسية فالجدوى الاقتصادية راح تكون عندي عمليات الفصل تزداد أو تتناقص الكوست مالتها فكلما الـ Efficiency of Reactor بدت تتحسن الـ D على حساب الـ U والـ Reaction Cost هذه أيضا تزداد والـ Total هذا باللون الأحمر يمثل الـ Visibility أو Total Cost اللي هي الـ Optimum فهذا الجانب الاقتصادي كلش مهم عندنا يجب أن يكون عندنا واضح وهذا حتى يكون مجدي اقتصاديا يجب أن تكون المادة D الناتجة تكون بأعلى كمياتها والـ U تكون بأقل مستوى أيضا إذا ردنا نعرف الـ Overall Selectivity اللي هي الـ S'DU Selectivity المادة Desirable فالـ Overall هذا اللي هي داش اللي هي مثل ما عرفناها سابقا هي الـ FD على الـ FU الـ D هو الـ Desirable والـ U هو الـ Undesirable فاتمثل الـ Exit Moller Floor Rate of Desired Product على الـ Exit Moller Floor Rate of Desired Products للـ Batch Reactor هاي الـ S' راح تكون بدلالة الـ N اللي هي الـ ND على الـ NU هذا هو المفهوم الرياضي لهذا النوع من المفاعلات بالـ Batch Reactor الآن نتحدث عن موضوع الـ Desirable والـ Undesirable لهذا التفاعل اللي يكون بالـ Bareral على شكله يعني باعتبار أنه هو نوع من أنواع الـ Multiple Reaction نوع الـ Bareral فنحسب الـ Barometers اللي هي الـ Desired Product فتشوف أنه الـ Rate of Reaction الـ Rate of Reaction للـ Desirable هو الـ KD هاي المعادلة الثانية الـ KD في الـ CA to Power Alpha هاي الـ Desirable بينما الـ RU للـ Undesirable هو الـ KU في الـ CA to Alpha 2 جمع هاتين المعادلتين في معادلة واحدة اللي هي معادلة الـ Minus R وليش Minus R؟ لأن المادة A يشبهها قاعدة تتناقص المادة A قاعدة تتناقص باعتبار هي مادة متفاعلة لتروح باتجاهها نتروح باتجاه الـ D وتروح باتجاه الـ U فيصير عملية Combination جمع للمعادلتين اللي هي أسفلهم ينجمعون ونصير المعادلة العامة لهم وفي نفس الوقت الـ S اللي هي Selectivity لهذا النوع من المفاعل هي الـ RD هو Rate of Reaction اللي ادي على Rate of Reaction of U بعد تعويض المعادلتين راح يصير عندي الـ KD على الـ KU الـ C هو نفس الفاكتر وراح يصير عندي جمع للأسس باعتبار المادة الأي المتفاعلة هي نفسها فراح يصير CA Alpha 1-2 فيصير طرح الإشارة باعتبار أنه نفس الفاكتر من ناحية الرياضية فهذا هو Rate of Formation of D على Rate of Formation of U وهذه حقيقة هي تمثل Rate Selectivity Parameter اللي هي الـ Instantaneous Selectivity في نفس الوقت ويا من المعادلات المهمة وتوجد أمثلة وتطبيقات رياضية عليها بشكل الآن ناخذ مثال 6-1 اللي هو المقارنة بين Selectivity Prime اللي هي الـ DU للمادة Desirable والUndesirable للBatch Reactor وبنفس الوقت Selectivity اللي هي الـ DU بالـ CSDR شنون راح نربط بيناتهم بين المفاعلين واللي يكون عندك من خلال المفهوم الرياضي إنه دا يريد الـ Relationship between الـ Selectivity الـ DU و الـ Selectivity الـ DU الـ S' والـ S بدون برايم بالـ CSDR يعني بالـ Batch وبالـ CSDR هذي هي الـ Equation اللي عندي إنه الـ A تروح باتجاه الـ D وتروح باتجاه الـ Desirable Product والـ Undesirable فإحنا من المفهومنا السابق اللي اتحدثنا بي إنه Selectivity الـ DU هي الـ RD على الـ RU والـ Prime هي الـ FD على الـ FU باي دي ويه إذن راح يكون عندي الـ FD من معلوماتنا الـ FD أوكي عدد المولات يساوي الـ RD Rate of Reaction ما للـ Desirable بالـ Volume ما للمفاعل أوكي و الـ FU هو الـ Rate of Reaction ما للـ U بالـ Volume ما للمفاعل وعليه الـ S' اللي هي إحنا سبقا قلنا هي الـ S' شنو؟ هاي المعادلة اللي بالأخير الـ S' اللي الـ DU هي الـ FD على الـ FU على الـ FU ونعوض مكانها المعادلتين اللي كتبناها بالأعلى اللي هي الـ RD بالـ V على الـ RU بالـ V وعليه الـ Volume يختصر فإذا نتشوف المعادلة ما راح تعتمد على حجم المفاعل ما راح تعتمد على حجم المفاعل بهذه الحالة باعتبار أنه تختصر المفاعل لنفس الـ Reactor فرح تختصر المفاعل راح يبقى بس RD على الـ RU وهذا هي وهذا الـ RD على الـ RU هي الـ SDU فربطنا العلاقة بين الـ Patry يكتر والـ CSDR يكتر بهذه المعادلة أو بهذه العلاقة وهذا مثال مهم حقيقة لربط الـ Selectivity لهذه النوعين من المفاعلات الآن نتحدث على الـ Instantaneous Yield and Overall Yield شنو كلمة مصطلح الـ Instantaneous الـ Instantaneous هو اللحظي الآن التفاعلات اللحظية السريعة جدا اللي الآنية اللي ممكن أن تحدث عندنا بالمفاعلات والـ Instantaneous Yield الانتاجية من هكذا نوع من التفاعلات اللي يتعتبر الـ Basis Reaction Rate للأساس مالتنا فالـ Yield من تعارفنا ومفاهمنا السابقة الـ Yield للـ Desirable Product هو الـ Rate of Desirable على الـ Minus RA وعليه الـ Overall Yield على أساس المولار فلوريت راح يكون عندك مبني على أساس 2 types of reactors على أساس المفاعلين المفاعل الأول هو الـ Patch Reactor System اللي هي راح يكون الـ Yield Prime اللي هي كوين المكتاب على الـ Prime للـ Patch Reactor وهي عبارة على الـ ND على الـ Na node الـ Initial Concentration منص الـ Na وهذا هو يعتبر المولز of Desired Product Formed at the End على الـ وعليه الـ number of Moles على الـ Key Reactant Consumed اللي هو الـ A حسنا فهذا هو التعريف بينما للـ For Flow System يعني للـ CSTR للـ Plug Flow Reactor راح يشتكون الـ Yield للـ Desired Product بدلالة ما؟ بدلالة الـ F إذن للـ Batch Reactor إذن للـ Batch Reactor بدلالة المول بينما عندي فقط مولات داخل الـ Batch Reactor ما عندي Onput وOutput بينما بالـ Flow System للـ Batch و للـ Plug Flow Reactor نستخدم تعبير منه؟ تعبير الـ F لـ Flow Rate اللي هي مول بير تايم وعليه الـ Yield D' هذا المعادلة اللي بنهاية السلايد هي الـ FD على تقسيم الـ F A Note اللي هو مولر فلوريت الـ Initial اللي دخل للمفاعل ما ينصل الـ F A At Any Time اللي هي أو بالزمن النهائي اللي هو نهاية التفاعل فهذه الفرق بين الباتش ريكتر والـ Flow System الخاصة بالـ Yield ما لكل واحد من عتهم إذن نقدر الآن نعطي فتسامري للـ Over-Auth Selectivity اللي مبنية على أساس أنه للـ Flow System والـ Batch System اللي موجود فالـ Selectivity راح تكون هي للـ Flow System قلنا بدلالة من راح تكون دلالة الـ F FD على الـ F Undesirable و Selectivity للـ Batch ريكتر هو الـ N بدلالة المول قلنا راح نستخدم تعابير الفلوريت الـ F فقط للـ Flow System للـ CSTR نكرر هذا المعلوم عليكم وتكون واضحة عندكم على الـ N D وتقسيم الـ N U الـ Desirable على الـ Undesirable والـ Overall Yield أيضاً ذكرناها قبل شوية هذا هو خلاصة الكلام السابق أنه الـ N D على الـ N A نوت ماينس الـ N A و الـ Yield أيضاً للـ Flow System اللي يشمل الـ CSTR والـ Black Flow Reactor هو الـ FD على الـ F A نوت ماينس الـ F A هذه حقيقة هي الأهم التعاريف اللي يجب تكون عدي واضحة لأنها تطبيقات واشتقاقات يجب أن نفهمها في هذه المرحلة حتى تكون الأمور الأخرى واضحة عندنا في التطبيق الجدول اللي أمامنا جدول مهم طلبتنا الأعزاء هو يمثل المال بالانس لـ Multiple Reactions والمال بالانس اللي تجرى من خلال المعادلات اللي سبقاً ذكرناها لكم في محاضرات سابقة قسم أنتم اطلعتوا عليها وعرفتوا تفاصيلها لذلك هذا الـ Slight حقيقي يوضح لي نوع الـ Reactor المستخدم هو الباتش ريكتر وسبق أنه قلنا للتفاعلات الغازية وهذا الجدول بصراحة المفروض حفظ هذا حفظ وراح أقولكم يعني في نهاية الـ Slight أنه هذا راح يكون هومورك لكم هومورك لكم أنه كل معادلة من هذه المعادلات شلون يجد سبق أن اشتقيناها سبق أن تحدثنا بها والقسم الآخر يعني يكون عدكم واضح تبحثون عنها فهذا هومورك لكم مراجعة لمعلوماتكم السابقة فأريد كل طالب من عدكم يوضح لي كل معادلة من هاي المعادلات شلون اجت للمفاعلات اللي موجودة عدنا المفاعلات الموجودة عدنا اللي هو الـ Batch Reactor for Gas Reaction عندي DNA على DT ويساوي الـ RA بالـ Volume وDCA على DT ويساوي اللي هو الـ Rate of Reaction بالـ Liquid Phase وبالنسبة للـ CSDR أيضا أخذناها المعادلة سابقا واشتقيناها هي الـ Volume يساوي الفا نوت منص الفا على منص الـ RA وبالـ Liquid Phase راح يكون عندي بدلالة شنو قدنا سابقا قدنا بدلالة V Small Not وهذه هي التعابير للماثماتيكس اللي احنا نحتمتها في عملنا وفي اشتقاقاتنا السابقة أيضا تشوف نفس الكلام بالنسبة للـ Black Flow Reactor أيضا مثل الـ DFA على DV هذا الـ Rate of Reaction والـ Rate of Reaction للـ Liquid Phase أيضا هو الـ V Not في DCA على الـ DV وهذه سبقا اشتقيناها واتكلمنا بيهن بالنسبة للـ Batch Reactor الـ Batch Reactor احنا يعني من معلوماتنا السابقة انه الـ Batch Reactor أو Semi-Batch Reactor انه عندك فقط مادة واحدة تدخل للسيستم يعني هو هو باتش ولكن اكو فقط مادة مثلا مفاعل ليحتاج غاز الأكسجين يدخله بشكل مستمر فاذا هو بس ماكو لواتج يعني اذا تطلع عدد لهذه فنحتاج هاي المادة تدخل فاذا ذلك نطلق على هذا النوع من المفاعلات السيمي باتش Reactor السيمي باتش Reactor هذا النوع الرابع اللي هو مشترك بين الباتش والفلور اللي هو يسمى Semi-Batch نصف وجبة انه تدخل المواد واكو فلوريت من غاز معين من مادة معينة يدخل بس ما اندي اوتبوت في هذا السيستم شكرا لأصغاءكم طلبتنا وبتمديلكم الصحة والسلامة ان شاء الله شكرا للمشاهدة